السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا طيب الحامل في شهر التاسع تاكل إيه مش بس لازم تعرفي تاكل إيه لازم تعرفي أنت بتاكل إيه عشان إيه عشان يبقى عندك معرفة بالدنيا مش هزيه عشان تعرفي تاكل إيه في الشهر التاسع لازم نجاوب على سؤال مهم جدا أنت عايزة إن الشهر التاسع أنا هلخصلك أنت محتاجة إيه في الشهر التاسع أنت محتاجة تحفظي على إيه الجنين لحد آخر لحظة في الشهر التاسع أو على الأقل لحد ما يحين موعد الولادة بتاعتك وده بيختلف من امرأة لأخرى محتاجة هدوء أعصاب محتاجة هدوء أعصاب وده مهم جدا في المرحلة الحالية وقطاع كبير جدا من حول في الشهر التاسع بيفقدوا أعصابهم وبيبقوا متوترين جدا محتاجة أنت تكون مؤهلة للولادة أو تأهلي نفسك للولادة محتاجة أنت تكون مستعدة للرضاع دي الحاجات اللي لازم تعرفيها أنت محتاجة إيه في الشهر التاسع وبناء عليه هتم تخطيط التغذية الجيد في الشهر التاسع طيب قبل ما ندخل أن نخطط للشهر التاسع هنجاوب على سؤال مهم جدا هو فيه مشكلة من الولادة أول التاسع؟ طيب خلينا نقول الخايفة على موضوع رئة الجنين وطبيب بتاعها أو الطبيبة بتاعتها قالت لها إحنا كده دخلين على أول التاسع وممكن لظروفك الصحية وظروف الحامل بتاعتك الخاصة ممكن تحصل ولادة في أول أسبوع في التاسع وحنضطر لكده ما تلاقيش خالص كثير جدا من الأطباء أكدوا أن الولادة في أول التاسع هي آمنة أي نعم أن الكتب بتقول أن الولادة المكتملة بعد أسبوعين من التاسع يعني بعد تمامك الأسبوع السبعة والثلاثين ولكن لو حصل لها قدر الله لأي ظرف المال واضطريتي مع طبيبك طبعا أن أنت تولدي في أول التاسع ما تلاقيش الرئة بتاعت الجنين بتبقى مهيئة لأنه ينزل ويمارس حياته كرضيع مع أمه عادي جدا ومش محتاج إن شاء الله حضانا وإن يحتاجها مش هتبقى لأكتر من يومين تلاتة بيك كتير أو في الأغلب ممكن ما يحتاجهاش إطلاق طيب ده السؤال مهم السؤال ده بقى هنأجله لما نتكلم هتكل إيه في الشهر التاسع طيب خلينا نشوف حاجة مهمة جدا ومعلش لو كنت كررتها مليون مرة هكررها مليون وعشرين مليون مرة عدد حركات الجنين لأن دي هتحدد لي أنت بتاكل إيه وهتاكل إيه وتعمل إيه عدد حركات الجنين في الشهر التاسع رجاء 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 تعدنا عشر مرات الجنين بيلعب فيها في عشر توقيتات مختلفة ولو التوقيت ده اختلف عن التوقيت اللي قبله بربع ساعة عديها لعبة ولكن أهم حاجة أن عدد لعبات الجنين عدد ركلاته وبنياته وخبطاته ورزعاته في وقت واحد ما تعدهاش مثلا خمسين مرات تعديها مرة واحدة وبعدين بيتوقف شوية ممكن بعد نصف ساعة يتحرك تاني هذه كده المرة التانية طب المرة التانية ده ده لما تحرك تحرك وضرب بإيده تلاتة أربعة خمس مرات مرة واحدة هنعدها مرة واحدة الكلام ده يحصل في اليوم عشر لعبات يبقى اللعبة هي مجموعة الحركات في المرة الواحدة أنا عايز عشر لعبات في عشر توقيتات مختلفة خلال اليوم ده بيقولك إن الجنين بيوصلوا للغذاء كويس المعلومة ده مهمة عشان موضوع هنأكل إيه في الشهر التاسع طالما الجنين بيتحرك طالما يبقى ده بيقولي إن الحامل بتتغزى بشكل كويس وجنينها بيتغزى بشكل طبيعي أما أي اختلال واختلاف ونقص في هذا العدد لربما ممكن يكون الجنين بطل يأكل بشكل كويس نتيجة أي طارق أو أي عرض حصل عليه طيب لازم نبقى عارفين إن يخشى على المرأة الحامل من فقر الدم ونزيف ما بعد الولادة اللي عندها فقر الدم والخوف من فقر الدم إنه بيعمل نزيف ما بعد الولادة ولذلك الاهتمام في الشهر التاسع بتناول الأكل الذي يحتوي على الحديد لحوم حمرة، صفار بيض، بوقليات، بنجر، فواكه بتحتوي على الحديد، فراولة، تفاح، مكملات غذائية ومهم جدا إنه إحنا نعمل تحليل السي بي سي لو ما كنتش عملتيه لازم تعمليه قبل ما تخلصي الشهر التاسع لازم تكوني عارفة نسبة الهيموغلوبين عندك كام هل عندك مشكلة في صورة الدم ولا لأ؟ طب لو عرفتي مفيش أدنى مشكلة في عدد من الحلول بالتدريب لو كانت النسبة اللي هي نسبة فقر الدم بسيطة فممكن تكمليها بالتغذية لو كانت نسبة الفقر الدم أعلى شوية فبالتغذية والمكملات الغذائية وفي الحالتين على فكرة بتاخدي مكملات غذائية طيب لو أعلى أعلى ممكن تحلقي محليل في المستشفى ده مهم عشانك وعشان كذا حاجة هنتكلم عنها ولو أعلى قوي ممكن تحتاجي ناء الدم ده عشان ما يحصلكيش نزيف ما بعد الولادة تخيلوا النزيف ما بعد الولادة بيعد ممكن تفقد المرأة الحامل نص لتر في حالة الولادة الطبيعية ولتر كامل في حالة الولادة القيصرين خلي بالك الهيموجلوبين الهيموجلوبين اللي بنهتم بموضوع فقر الدم وما يبقاش عندك نقص في الهيموجلوبين لأن الهيموجلوبين ده هو اللي بينقل أو اللي بيساعد جسمك أنه ينقل الأكسوجين إلى الجنين ولما الأكسوجين بينتقل إلى الجنين بشكل كويس يعني بيتنفس بالبلدي كده يعني مجازا بيتنفس وطبعا بينتقله الأكسوجين على طريق الدم ولكن هنقول إن هو مثلا بيتنفس فبيتحرك طب لو الأكسوجين ده ما وصلش لأي حد حتى لو حد فينا حركتنا هتبقى معتلة هتبقى نقصة هيبقى فيه اللي تحرك لإنه مفيش أكسوجين كفاية مفيش تغذية كفاية فنقص الفقر أو فقر الدم أو نقص الهيموجلوبين بيتسبب في إنه الأكسوجين مش واصل إلى الجنين بشكل فاية فبالتالي ممكن قلة حركة الجنين بتقولك إن عندك مشكلة في وصول الأكسوجين إلى الجنين فلازم نهتم بموضوع إن إحنا ما يبقاش عندين هيموجلوبين فلازم تعملي تحليل سي بي سي عشان يقولك إنت عندك فقر دم قد إيه أو ما عندك إيش تمام طيب النقطة الثانية موضوع الرضاعة خلينا ندخل على الحتة دي أنت محتاجة تكلف الشهر التاسع برضو أغزية بتحتوي على الحديد زي اللحم الحمرة صفر البيض البقليات البنجر والبنجر رائع جداً هو الشمندر في معالجة فقر الدم ونقص الحديد خلي بالك فقر الدم ده ممكن بيعرضك بعد الولادة إن أنت مش هتقدر تردعي لإنه بيبقى عندك إجهاد فضيع جداً وبيعرضك أكتر لالتقاط العدوى بعد الولادة وده ما إحنا مش عايزينه خلص الرضاعة عشان تستعدي للرضاعة يبقى أنت محتاجة أن تتغذي كويس جداً على المأكلات اللي فيها الحديد تأكل الحاجات اللي فيها الكالسيم تشرب كوبيتين حليف اليوم تتناولي الأغزية اللي بتحتوي على الكالسيم زي السمسم برضو في اللي هو مثلاً بتجده في السمسم العادي في الطحينة بتاعت السمسم والمية المية طول ما جسمك مليان مية وفي مخزون مية فأنت مؤهلة إلى الرضاعة الطبيعية الرضاعة الطبيعية بتعتمد بشكل رئيسي على وجود مية في جسمك والبروتينات 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 هتلاقينا كل شوية بنتكلم عن اللحوم والبيض والبقليات والخضروات البروتينات مهمة جداً 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 للاستعداد للرضاعة في الفترة دي في الشهر التاسع محتاجة أن أنت تكلي برضو حاجات فيها ألياف عشان تتقي شر الإمساك اللي ممكن تلاقيها يكتر بعد الولادة وانت بترضاعة تلاقي إمساك فمن دلوقتي تتناولي الأغذية اللي فيها ألياف الخضروات الفواكه اللي فيها ألياف وتشربه مية من كرر تاني المية المزاج هدوء الأعصاب بقى المزاج تحسين المزاج معتمد على هرمون السعادة هرمون السعادة ده الإندروفين الإندروفين ده بينقص لما يبقى في فقر دم فبالتالي هتاكلي الأغذية اللي فيها حديد اللي بتعوضك فقر الدم عشان هرمون الإندروفين ما ينقصش عشان يبقى مزاجك عالي وتاكلي كمان المكسرات الموز والفراولة الشوكولاتة الدكنة مهمة لتحسين المزاج بس طبعاً ما نكترش منها يعني قطعة شوكولاتة بتحسن مزاجك عشان يبقى عندك أعصاب هدية كده وما يبقاش عندك توطر والتعرض للشمس عشان نقص فيتامين دال ممكن يؤثر على حالتك المزاجية وانت مش واخدها بالك الأعصاب برضو بنتكلم عن هدوه الأعصاب وقوة الأعصاب محتاج أنا فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 ليه؟ عشان يحمين من الولادة المبكرة وعشان يبقى مفيش تعثر في الولادة نتيجة اعتلال الأعصاب طبعاً المية زائد العلاج للالتهابات خلي بالكم الالتهابات بتاعت المسالك البولية لو ما تعالجتش في الفترة بتاعت الشهر التاسع واهتمت بعلاجها وطبعاً تشرب المية كفاية ممكن يحصل لك أي التهاب في المسالك البولية بعد الولادة فبتكون النتيجة وشكلة الطبيب هيبقى ايده مع مكبلة مش قادر يكتب لك مضادات حيوية يعفع عالة في الالتهابات بتاعت المسالك البولية وهيبقى مش قادر ليه لأن بعض انواع المضادات الحيوية الخاصة بها الالتهابات بتاعت المسالك البولية بتقلل الحليب فمن دلوقتي اشرب مية كفاية عشان ما تتجهيش لموضوع الالتهابات بتاعت المسالك البولية وكمان زي ما قلنا هنا نهتم شوية بموضوع الأعصاب بيتامين بيتناشر ممكن تخديه عن طريق برضو اللحم الحمراء والبيض وممكن تخدي حقنة بيتامين بيتناشر مرة كل اسبوع فيه شهر 9 لقوة أعصابك ده كده عشان تبقي مؤهلة للولادة والتأهيل للولادة ايضا شرب المية شرب المية شرب المية طيب مرض السكري والولادة وحجم الجنين تاخدي بالك لو انت بتعاني من سكر الحمل او عندك السكر لو تناولت اغذية بتحتوي على السكر سواء كانت السكر صريح او كاربوهايدراتها تتحول كل سكر فاخد بالك حجم الجنين بيزيد عن اللزوم وهنا ممكن يعملك عصر في الولادة الطبيعية فيلجأ الى الولادة القصرية دي المقطة الاخيرة موضوع الاكل نحافظ على الاكل المتوازن الاكل الصحي اللي بيحتوي على البروتينات واللي بيحتوي على المعادن والعناصر الرئيسية اللي احنا عايزينها اكل ربنا ناكله كله باعتدال ما ناكلش اكل ملوث من الشارع عشان ما نصابش باي عدوة ويبقى علاجها في الفترة دي يعني موضوع حساس جدا وبيخشى على ان تنتقل العدوة الى الجنين واحنا عايزين نحافظ على الجنين اخر حاجة بس عايز اختم بيها واسف اذا كنت قطلت عليكم حفاظا على الجنين مهم جدا عدد حركات الجنين ومهم جدا عمل دوبلر كل اسبوع انا استطاعتي للتأكد من ان الغذاء والاكسوجين بيصل بشكل كافي الى الجنين الدوبلر هيوضح ده الدوبلر هيوضح لك ده وان كان لا يصل هذا الامر الى الجنين بشكل كافي فالافضل هو سمع كلام الطبيب والولادة حتى لا يتعرض الجنين لخسارة حياته ويبقى تعبنا كل الوقت ده وخسرنا عز ما نحب اننا بكم اشكركم شكرا جزيلا وحافظ الله لكم اجناتكم ورزقكم الله الدرية الطيبة الصالح عن قريب اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة